مشاهدين العزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل متابعي برنامج حلقة جديدة معانا الليلة دكتورة او اخصائية نفسية وفي نفس الوقت مدرب خاص تربية خاص ومؤسسة مركز العقل الزكي الدكتورة او كما يحلو لها مدام عفاف ابراهيم مدام عفاف نورتين ينوير حياتك ويسعد مساءاتك ويسعد حنان بكل التحنان والمحبة الله يسعد بما نحن بنتكلم عن حنان ودائما الحنان اللي أكبر هو بيجي من حنان الأم فبالتالي انت لازم تكوني معانا في حنان بيتخصصك وبيحنتك وبيأموتك بداياتا عفاف ابراهيم خلا تختار مجال بالتحديد زي ده في السودان ما بيهتم بالجزئية دي بالتحديد هي محضة صدفة انو انا كان جبتها اولاد ولدوا بيت تيمان واحد من الاولاد شخص بينهم هو يعني تضارف التشاخص يعني من انا لاحظت بالفطرة بتاعت الاموم وخصوصا عندي اطفال اكبر منه انو في حاجة غلط يعني فكان لابد من انو انا اشوف شنو الممكن يخلينا ندعم طفلي ده وفي حاجات ما طبيعية فيه فبديت يعني يوصفوا ليك الدكتور الفلاني وخصوصا انو عندك امك يعني تعرف الامهات دايما انتي دايما شفقانة زلده طبيعي كويس رضاحته حاجاته وتفاصيله لكن جوا انا دايما قاعد يقول انو الام لازم ترجع للحاجة الداخلية اللي بتنبيها من جوا من غير ما تستمع للآخرين وكتير تماما ناي وكتير احنا وكتير احنا بيجونا يعني امهات بعد 13 او 14 السنة انتي كنت وين تقول لك والله ناسهم يقالوا ليه عادي وطبيعي وكل الحاجات زيدي لكن انا كان جواي حاجة بتنبهني انو في شي ما طبيعي فلميت كل تشخيص وبدأت براي عملت كراسة وكل الملاحظات من الرضاحت وعدد الرضاعات تفاصيله حركته مشمتين الحاجات اللي انا كنت حاسي انها لافطة نظري ما طبيعية فيه ودرستها كدورات تدريبية وانا اصلا كنت دارسة لغة عربية وبعد ذاك طوالي مشيت سجلتها في اي تشخيص كتب لي ولدي انا مشيت درسته في دورة تدريبية بعد دخلت علم النفس العام اي دولة انا سافرت عشان اشوف ولدي 2003 ولا كانت المراكز بالمستوى المطورة اللي احنا شايفينه ولا كانت كثيرة اصلا فبتعمل قياس الزكاة ولا كان بالمستوى الحالي ناس على عدد الاصابع هما معروفين بيوجهوك امشي اعملي كده اخصائي مختلفين هما انا بديل لهم بالاحترام لكن برضو ما كان جواي في حاجة مقنعاني انه هل كل الاشياء دي هي فيه يعني ما ممكن انا كل ما امشي الى دكتور يقول لي كلام فكان التوجه انه انا مشيت الاردن وهو كان عمره تقريبا اربع سنوات فبتذكر انه الدكتورة لما بتسألني ما له عنده شنو او شنو التفاصيل الانت جايبه اصلا انا بس قدم طلع الكراسة الان اصلا شايله معاي فهي بعد معاي نطل الكراسة قلت لي ما عليش بعد ازنك انا ما بقدر علي ولدي كنت الحد عليو انت انت ممكن تواصله لي برا الامام ما انا فبتذكر لغاية الان انها هي لي الان صديقة لي شخصية دكتورة اللي انا بحياه من هنا وودتني لك الراسة وبقدت لي بس كراستي دي وبس تاني ما عايزني منيك حاجة تواصلي بنفس المنهجية ورجعت لينا حتى يعني القروج بتاعت الكشف من اللحظة ديك انا كانت انطلاختي استصحبتها معاي وبعد ذاك كانت تطور كل ما اسافر اعمل دورات تدريبية تأهيلية دخلني الشقف اللي هو ممكن من خلاله طالما انا بقدر اسند ولدي واوصله لبر الامان فمن حق كفطرة امومية خطافيني ربنا فبقيت اي طفل اشوف فيه اي اشكالية بحس بانه خلاص ده ده تبعي ده حقي انا انا لازم اطرق الباب ولازم اوري الناس ولازم اطلع للعالم ولازم اتكلم ولازم اوجه فبقيت خلاص في منهجتي الحياتية والحمد لله جات الفكرة في انه طالما انا كده ليه ما اعمل كيان ما ده اقول يعني دانوا من الابتناء من رب العالمين ولكن ده اقول انه شطارتك في انك انت حاولت انك تستفيد من الموغف تقدري ما انه هو والدي كان محتاج انه يدعالي او محتاج انه او فيه مشكلة يعني خلوغيها من رب العالمين لكن ده كان نعمة لي ناس تانين ونعمة ليه هو ذاته نعمة لي انا هو على فكرة رباني انا ربيته هو رباني يعني انا في حاجات قد تكون في شخصتي قد تكون كامنة بفطرة الاموم الموجودة في البيت اللي هي بتطبخ وماسك عياله وجوايا الشغف انك انت تدرس انك انت تقرأ لكن ما بالتطور العالي انا ساعت ليه هو رباني انا قاعد اقول ليه كده انت ربيتني خلقتني ليك دور في انه انا ممكن اكون ناجحة ممكن انا شخصتي تبلورات ممكن شخصتي نالت توجهات اخرى خارج الاطار بتاعه هو بالذات ومشيت دروب تانية يعني من خلاله يعني هو كان ليه هو القدح المعلى يعني انا قاعد اقول حينما بدأ هو يعني بدأت انا ساعت في انه تتغير شخصتي تماما اتجاه التربية السلوكية داخل البيت واخدم ناس كثير انتظروا انا بعد الفاصل في حانان نمشي ونجيون اشوفكي قصة مدعم عطاق انتظروا انا فتاكت خلال مدعم عطاق انتظروا اي جدا لمتابعة حانان نمشي ونجت دوري رجعنا ليكم بعض الفاصل ولي احبب على كل الناس اللي ضمط لينا الليه متابعة حانان ومدام عفاف هي منووران الليلة في حانان تسلم يا حبيبتي انا الاطفال عموما يعني الليه متعامل خاص عايزين تركيز عالي شديد عايزين متابعة طوالة عايزين يشوفوا الزيادات والتغيير والتفاصيل زيادة تحت التربية خلينا نتفق إنه أنا وإنتي اللي اتنا كنا أطفال وكل الكاست الموجود كانوا أطفال فكل الشخصيات الموجودة الآن في المجتمع الخارجي هم نتاج لتربية سلوكية مما هم أطفال في الأسرة أو في البيت الطفل دا بيلدوه ورقة بيضة إحنا قاعدين نرتف فيه كل الحاجات اللي بتصدر منه بنرتف فيه السلوكيات وبنرتف فيه التعاملات الخارجية بنرتف فيه الحاجات اللي بتخليه إنه يطلع خارج إطار البيت ويدعمل مع البيئة الخارجية فكيف إنك إنت زي ما بقوله لحمة طرية تسيء في إنك إنت تديه كل الحاجات اللي ممكن تعينه إنه يكون إنسان إيجابي في حياته لنفسه قبل الآخرين لما تربي طفل تربية سليمة تأكد تماما إنه ما تربيه التربية الأنانية اللي بتنال إنت لا ربيه لأنه حيكون شخصي إما مفيد أو ضار للمجتمع على حسب السلوك التربية اللي هو بناله في بيته أو في أسرته أو كل التفاصيل السلوكية من أمه وأبوه بس بالركز دايما على الأم ليه لأن الأم التفاصيل كلها مما هي تقوم شعيلة وبذرة في بطنها هي بداية التربية على فكرة هم فاهمين إنه التربية لما خلاص تطلع إلى الدنيا وتبدأ تردعي وتبدأ تتكلم معه وتناجي وتناغي وتلولي لا التربية مما أنت شيلتيه بذرة في بطنك بعد كده خلاص حياتك كلها بتتغير اتجاهه حتى طريقة نومك طريقة أكلك الغزاء اللي أنت ممكن تديليه دي كلها تفاصيل بتنفعه لما هو يطلع للعالم الخارجي فبعد ذلك طفل صغير يعني أنا في أمهات بقول لهم يعني عايزة تعرف طفلك إذا كان هو سوي أو غير سوي أثناء ما أنت بتردعي فيه تواصله معاك مناغات وضحك الحاجات اللطيفة الونسة اللي بتكون ما بين الأم وطفلة هدية فبعد ذلك الثلاثة السنينة الأولى يعني قاعدنا أقول لنا هي الثلاثة السنينة الأساسية اللي بتطلع لنا كل الشخصيات الموجودة في المجتمع بما أنك أنت أخصائي نفسي في أطفال أو يهديك أم قالت لك تفلدة أو في صغافة أنه ممكن أن أم تمشي الأخصائي نفسي على أساس أنه يعالج تفلة الحاجة دي بالسودة عمشي طيب يعني حكايتين نطرق الأبواب بتاعة العيادات النفسية والأخصائيين النفسيين زمان كانت هي يعني يشوب الخجل والعار والعيب وليه وإنت مدنون وتمشي ليه وما لك ووجاك شنو وحتى لما يطرق الباب بيكون هو متوتر ومتردد وممكن يديك اسم مستعار يعني باعتبار أنه فيشني يعني أي زول طرق الباب بتعليه هذا النفسية معناها مدنون يعني معناها زول ما طبيعي والناس تتجنب التعامل معه الآن اختلف الأمر تماما حتى المسميات اختلفت الناس بيقات عندها وعي الأمهات الجانب كبير منهم عندهم الوعي اللي هم ممكن يمشي يطرقبوا الأبواب بتاعة العيادات النفسية والأخصائيين النفسيين والدور بتاعة العيادات بتاعة التربية الخاصة عشان ما يجدوا العلاج الناجع أو على الأقل يقدروا يعملوا على تدريب وتأهيل أبناهم لمواجهة الحياة الخارجية فأنا الحمد لله أنا بقول إنه الحمد لله إحنا ماشيين في تطور وماشيين في وعي ممكن يجنبنا كثير من الاستفحال بتاع الأمراض أو الأمراض النفسية أو حتى الطريق إلى الأمراض النفسية من خلال الإرشاد والاسترشاد يعني بعض مرات ممكن الزول يجيك يعني إحنا قاعدين نقولهم المصرانة العسبي ووجع الرأس ووجع الضهار وتساقط الشعار وانا زهجانة وانا قفلة معاي وانا دي كلها نتاج لضيقود نفسية هي ممكن تتفاقم وممكن تتراكم وبعدك تؤدي لينا لمرض نفسي ممكن من خلاله ناخد حبوب فالعيادات النفسية زي أو زي أي عيادة ثانية زي أو زي أي عيادة ممكن إحنا نطرق بابه وتجنبنا المآلات تماما تلاشى المشاكل والحيات الممكن تترى غريبة يعني على الطفل أيوة التعامل مع زوية الاحتياجات الخاصة واهتمام الدولة ذاته والشارع والتعامل مع زوية الاحتياجات الخاصة ذاته في السودان للاسف الشديد معظمة يعني المراكز خاصة يعني تجد النشاط من الأمهات ذاتهم يعني فيه كثير من المراكز بينشئوها ومهات أطفالهم عانوا فهي من وحية المسئولية بتاعتها فبتنشئ مركز أو تكون نشطة في المجال يعني عندنا مراكز قد تكون هي حكومية لكن ما بالمستوى اللي احنا يعني بننشده أو نتمناه فنشطة المراكز الخاصة وانا بعتبارة ناضي الصحوة إيجابية يعني الناس زي من بتزعل بتقول لك بقيتوا كتار وبقيتوا شنو الكتر دي بالمناسبة جماعة إيجابية والكترة فيها تنافسية للعطاء الأجمل والأسلم والعطاء الأرواع والأنجع لإيجاد العلاج للأطفال وهم موجودين وبكثرة بس للأسف الشديد الأقاليم تفتقر لهذا يعني أنا بيقولي مني جدا أنه يجي ولأمر طفل من الأقاليم ويكون محتاج للظروف الضاقة لا سكانوا لا سكانوا وبعد ذلك لازم من التوارد العيادة يطلل ان انقطاع العلاج ويريال وجلسات الطفل دائما بتاع ذوي الاحتياجات الخاصة هو بيحتاج لجلساته وبيحتاج لتأهيل وتدريبه وتواصل العلاج عدم الانقطاع لأن الطفل بتاع ذوي الاحتياجات الخاصة لا بد من انه يتعود على البيئة اللي انت جبته يدعالج فيها أول ما تقطع عليه وتنقله من حتة لحتة بترجع تاني من الأول ودي معاناة وللأمر وللأمهات أكثرين يعني في كثير برضو من الأسر الأبو قد يهجر يعني إذا كان عندها ثلاثة أربعة أطفال هما من ذوي الاحتياجات ممكن يتخلى عن مزئولته ولكن الأم بعاطفته وبقوته وبعذيمته ما بتترك أطفاله فبيكون في السعية الدائم في إنها هي تفتش وتجري المركز دادا وصفه لا ما كويس تمشي التاني تمشي فهي بتكون في السعية وده كله رحق عليها وعلى نفسياته وعلى ضغطها وداخليا غد يكون يجيها ألم نفسي وقرهي اتجاه الأطفال من غير ما هي تشعر أو للحالة اللي هي موجودة فيهم يا إما تتركهم في البيت وتقول عطي يطلة زي ما بقوله يقول لك ده خير جاي للبيت طبعا دي الأثقافة المفهومة السائد وإما هي تسعى وربنا يجعلها خير يعني في أي باب هي ممكن تطرقه تربية مدام عفاف تربية أميك لك إذا عكست في تربيتك وفي شغلك عموما الآن النسيم أمي اسمها النسيم أنا دائما وأمها اسمها أم نعيم هم النازل تربية بادية أنا أمي لا بتعرف تكتب ولا بتعرف تقرأ ويعني كان أبونا لما يغتربوا وسافر هي كانت أنا بعطبها بير شابة يافعة خلالها أطفال تتميز بالسحنة الجمالية الناعمة وقوة الشخصية عندها حنية البادية والإلفة اللي أنت ممكن ما بتتجاوزها بس هي كانت صلضة قوية في أنها تديك حتى التربية بتاعتها وإن كانت إحنا زمان وإحنا أطفال بنقول قاسية هي اللي بتعمل لنا كده باعتبار أنه إحنا ما شاء الله كنا سبع بنات فتخيلي أنه جوء ثوي الأم دائما بتكون حريصة على عدم دخول الزول الغريب للبيت حتى تفاصيل الليبيس وهي في اللحظة بالتلعب دور الأب والأم يعني في نفس الوقت فكنا هي تلبست بشخصتين شخصية الوالد وشخصية الأنثة في نفسها وشخصية الأم فكنا لما نجي إحنا نتحاكى معاها فبنلقى حتى تفاصيل وملامحها غير علمتنا تفاصيل وإن كنا يعني إحنا في وقتا الفائت هي اللي بتعمل كده ومالة زنقانة كده وحاجات بنعملها بالدس لكن لما كبيرنا لقينا أنه ده المقام الصح اللي هي أدتنا له بأسلوبة بفطرتها ببيئتها حتى كانت في المدرسة من أكثر الرواد إنها تتصل وتشوفني إحنا جبنك وعملنا شنو بتعرف إنه غلط بس أنت خلاص ده موضوعك أنتها فلاهي الحياة والجري والأرق والتعب والوضع الاقتصادي يمكن يخلي الأم إنها تنسى وتسهو من تربية أبناء أو تغيرات الحاصلة عليهم بسلوكم عموما أنا لدي رأفة عامة لدي اتجاه الأمهات يعني أشفق عليهن والله الأم هي اللي بتخذ نفسها في البيت إنها هي بتكون تدير كل الرحة بتاعت الحياة بتمسك دور الأبو بتمسك دور الأم بتمسك دور المرشد بتمسك دور العزايل بتمسك البكيات دور أجارة دور المواجبة فهي بترهق نفسها دون ما أن تنتبه لنفسها عشان كده دائما يقول إنها هي مضغوطة هي تعبانة هي ممكن تنفعل في أبناء وهي عن قير غصد بس هي لو رتبت حياتها ونظرت لنفسها شوية حبت نفسها شوية أدت لنفسها مكانة استراحة فرضت على أبناء الأمور كلها حتمشي بهدوء شديد من غير ما يحصل العراق الداخل في البيوتات السودانية من إنه الأم قاسيا الأم كوراكا صوت عالي قهارة نهارة لا إحنا خلينا ننتبه أنه يعني الرحل الحايم بتاع الاقتصاديات الأم بالمناسبة هي البنك وهي المؤسس وهي المستثمر داخل البيت وهي بتقدر ترتب كل التفاصيل يعني وإن كنا يعني الزوجة هو نقول يعني إنه ما عايزين نخص نعمم نخصص إنه البيوتات السودانية تديرها النساء بذكائهن وحنكتهن واختصادياتهن يعني حتى الواحدة بتقول لك بالذات المغتاربين يعني الواحد بخلي دوجته هنا أمه وأبه وبيجي لقي البيت تبنى وبيلقي اللولات شاطرين لكن بيخصم من شكلها ويخصم من عمرها يخصم من تفاصيله يخصم من نفسياته فالواحدة ممكن يكون عمرها 35 سنة لكنك تديرها 50 تديرها شقاوت الدنيا فخلونا نخلي شقاوت الدنيا دي بجمالة وبطيبطة وبرأفتة عشان تنتبه لنفسها أنا بقول رسالة لأمهات أدي نفسك مساحة عشان تقدر تدي الآخرين ما في ظلمة سعيد ما بيقدر يسعيد الآخرين ما مرتاح ما بيقدر يريح الآخرين طبعا على تربيتها يعني طوالي عبر الظروف يعني ما كانت إشكال لأنه تطلع أولاد كويسي للمجتمع في شماعة بيقدروا فيها كلها لأمهات نقصهم أو تقصيرهم هالزمن يتغير هالزمن عمله ما يتغير يتغير أنحنا أيوة اللي يخليه كيني كتير تربي تربيه صاح وغويمه وصحيحة شديد وأم زي ما قلت يعني جيل الفات أغلبهم ما قاريين ولا متعلمين لكن الحياة علمته فاليومين دي أي حياة تتقال لأي طفل الأم تقولوا لا يا أولا دي الزمن بيقى صعب خلينا نحنا أنا ما بحب ألقي صوت اللهم على الأمهات نهائي ما تحذبا ولا تحيزا لكن أنا لأنه عارف معاناتهم هم شنوه وعارفة مآلات المجتمع بيقى تلقى كلها على العاتق التغير المجتمعي والتغير بتاع الاستجياب الفكري الجانة الجديد هو العمل على تغير الفكري بتاع تلقي التربية ومفهوم التربية الحديثة الآن معظم الأمهات الحديثات الوحدة لو طفلها بس كده جرى الفوطة يتشاقى طوالي تضرب ليك ولدي بيقى شقي ولدي بيقى صعب بقول الله مبروك طيما لقويس هاي مشكلة شنوه إنه هو شقي وصعب بالعكس لو قاعد في ركن دي يبي لينا لكن الشقي والبجر الفوطة والبتعامل تعاملات الاستكشاف ده زول الطفل المنشود يعني إحنا عايزينه التغير في العطاء التغير في الطلب بالنسبة للطفل أولادنا وبناتنا في عهد غير عهدنا وفي جيل غير جيلنا متطلباتهم ما بتشبه متطلباتنا إحنا بنقصنا وبفهمنا عملنا اليوم الحاجة اللي اسمها الدائرة بتاع الصراع الأجيال إحنا نعملنا صراع الأجيال إحنا قدمنا لهم شنو عشان نجينا حاسبهم ونعاتبهم ونعمل معاهم الصراع دي إحنا لأصلنا الفكرة دية بقينا في اتهام إنتوا ما قديتونا وإنتوا ما بتسمعوا الكلام إنتوا ما علمتونا وإنتوا أصلا بقيتوا مقلدين القربي ومغلدين خليهم يغلدوا الغرب المشكلة وين؟ خليهم هم يمسكوا الموبايلات والسوشيل ميديا بس أنا كأم لا بد من أن يكون عندي البحثة الذاتي عشان أنا أقدر أواجه ما فيه مراغبة خليني من المراغبة دي بالمناسبة نشيله من غاموسنا تماما لو راغبت في البيت عنده أغرانه في الشارع عنده المدرسة عنده زاكرتين عنده موبايلين عنده أصحابه بعد أنت تنوم أنت حتكون 24 ساعة أنت ما تراغ به ولا تدخل فكرة المراغبة والتصرف دي في حياتك لا أنت أديه الأمان أديه القيم أديه الموبادي وأطلق له والعنان خلي يغلط إحنا عايزين الأولادنا مثاليين ليه؟ لازم يغلطوا عشان هما بعد ذاك يتعلموا من الخطأ بتاعهم ما طوالي عنده بحظك ما طوالي أنت مجرجر شعرك وبقيانة أولادنا بشربوا السجاير خلوهم يتعلموا هما خلاص حيعملوه عملوه الليلة ما عملوه الليلة حيعملوه بكرة حيعملوه بعد بكرة ابتعدي عن تفاصيل التربية الحديثة وتسيي نفسك بها وأشملهم بالدعاء والقيم والسلوكيات الأمينة حتى لو اكتشفت في طفلك أو ولدك أو بنتك أي تصرف خاطئ خليك أنت الحضنة الآمن ما تخليه هو يلجأ للسوشيال ميديا والقروبات وينعى ويبكي ويرسل ويغي استشارات من ناس قد يكون ما لهم أي صلة بينهم أو حتى ولا يراعوا لمصلحته ولا ممكن إدوه الرد اللي هو ممكن ينجبه من الإشكالية اللي هو واقع فيها فنضى الحظ وصراع الأجيال ونحن زمان ما ربونا كذي ونحن زمان دقونا ونحن هاي دقونا ها عملنا شنو؟ إحنا وين نسي إحنا؟ الناس وين وإحنا وين يعني؟ ما دي حقيقة مثلة أمامنا فما تخلونا نصهر لأبنائنا كمثاليين وكشاطرين وكجايين كلنا الأوائل خلوهم يشوفوا المنقصة فينا عشان هما يعدلوا ويكملوا النقصة اللي عندهم بإعانتنا وبتعاوننا وبحبنا ومحبتنا يا مدى مفاف كلامك جميل شديد يعني وكلامك مخالف لعناس كثيرة فهم غلط ممكن نقول الشيء الحاصل وضوضيح كان جميل منك مشروع زواج الأرامل أنت عملت مشروع زي دو أنا عملت يعني أنا مرة كنت مشاه ولقيت صف طويل فشوية كذا حبت فضول وقفت 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 لهم في شنو هنا فقالوا لي والله الأرامل بيجوا يشيلوا إعاناتهم وحاجاتهم من هنا فلقيتهم كمية كبيرة وبعدهم بنات صغار وناصح فتونست معهم وشربت الشاي وقلت لهم أنتو كلهم بيجوا كل شهر بتاخدوا هنا المهم يعني ونستنسوا أنت عارفانا طبعا نحن نتونس كيف يعني فكل أحد بدأت تحكي لي في تفاصيل وهنا المهم جمعناهم كانت الفكرة وسميت المشروع أو الفكرة والمبادرة سأعيل نفسي يعني إدخالي هي أمينة على نفسها أكثر من أي زور فجبنا النازل هما كانوا كمية بدوا يتناقص المهم رسينا لنا على عشرين الحمد لله وكانت الفكرة إعادتهم لمقاعد الدراسة وبالذات وحدات منهم كثير أولادهم دركوا الدراسة يعني ما خلاص حتى ودى اليتيم ودى المرحوم مرط المرحوم ما خلاص يا جماعة المرحوم يتوجه يعني ربا يرحو آه يعني دي 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 سنة الحياة يعني البقاء يعني بكل للقاعد للباقي في حياتنا وديمومة الحياة استحالة الحياة مبنية على الفناء وعلى الزوال فخلاص خلوها تعيش يا جماعة الأرملة دي لأنه لو ده كان الزوج أصلا زي ما بقوله فأربعينة يعني فجبناهم وأعدناهم لمقاعد الدراسة يعني بيتيم محترم جدا أنا بحييهم كلهم آه معاوية قمر الشريف هو كان يعني الداعم الأساسي جمال الجنبلاطي دا كان يعني زي ما بقوله نحنا كنا أبوات وأمهات للتيم دي كل الأساتذ اللي كانوا معنا نوها ورشا وكلهم فجبنا الأرامل دي وعناهم إعانة تامة وحتى في بعض منهم كان يشتغل في المدارس وكذا فوفرنا لهم الوجب المهم يعني نحنا النازل زي ما بقوله سكسكناهم والحمد لله أنا عندي أربع خريجات الآن من الأرامل دي والأجمل في الموضوع كله إنه في وحدات هم راغبات للذواج كانوا بس تقول لك لا لا أولادي ووحدة أمه قتلانا بيتا قتلانا بخلي ليك البيت فجبنا البيت دي وظبطنا أموره وما اززوجت والبيت اززوجت واحد من الأولاد برضو كان رافل للدراسة فلما شافوا أمه إنه بتذاكر وبتسمع وما عارف شنو فهو رجع للدراسة الحمد لله والآن هو برضو يتخرج من جامعة النيلين ودي أنا بعطبيره إنه كانت بالنسبة لينا هدية من رب السماء يعني وده حنان من نوع تاني يعني يعني دي الفطرة اللي إحنا ربنا خلقنا بها هي قير محدودة فلما تلقي أم في نقبة أو تلقي أم في إشكالية ففطرة كده براها بتتحول في إنك تحتويها الحياة من غير حب ومن غير إلف ومن غير مودة ما بتمشي دايما لما نعيش العنف والتعنف والقسوة بينعكس على سلوكياتنا وعلى أشكالنا وعلى نفسنا وعلى تصرفاتنا اتجاه الآخرين وما كل الحنان بي من المرات بي حنان من اتجاه الأب حنان إبراهيم حامد قدر ما أحكي لك إحنا بويه يوم لا نهرنا ولا قهرنا ولا بتذكر ضربنا ولاش كلام القاسي اللي بتقال للناس ما قالوا لينا ده ما بيعني إنه أمي قاسية لكن أمي متطلبات إنها هي كانت حريصة في إنها بفهمة تكون أمينة علينا عمره ما قال لينا يا مره كان بيقول مره ديشنو لا أنتو أمثوات راغيات جميلات أنيغات تفاصيل الحشمة والليبس والحاجات الزي دي عمره ما قالوا لينا بتعنف ولا رفع إيد ولا حاجة بيقول ليك الحاجة ده أنا شايفة لما تكون فيك كده أفضل وأجمل وأنقى وأرغى بعد ما يصلي العصر عنده جلسة في المصاية من العصر للمغرب للعشة كلنا إحنا ممكن نكون قاعدين معاه عشان بيعمل لنا المسابغات والتفاصيل بعد ذلك يقوم معي لك كده يقول ليك أنت لك شأني وأنا واثق وأنا عارف أنك أنت زولة ما عادية كمية الثقة في نفسنا وكمية الاعتداد والاعتزاز بأمثتنا خلانا نكون إنه إحنا الراجل ده حاجة قيمة لا بد من إنك تطرع إليها وتتعامل معها حباني الله بخمسة من الصبية يعني فكانت كل زول بيقول لك تربية الأولاد صعبة ما عارف شن أنا يعني أبو كان بيقول لي تربية الأبناء والصبيان أشق وتربية البنات أدق فقادر أتعامل معهم بيرندوكم وكلام الشارع وتفاصيلهم وفهمهم وتخيل لي يعني أنا عندي بيت واحدة تخيل لي إنه لو جوني ستة سبعة من البنيات يعني أو الأنثوات فتأكدي تماما إنه أنا يعني عاطفتي تسع لكن أنا بحب دائما أدعامل مع أولادي فردتهم أنا على فكرة الأولاد تسمع إن كلام ذو هتأخذ في خاطر الشديد؟ الأولاد لا أنا وهي الاثنين واحد أيها يعني مروة ما بتقول لي يا ماما يا مزة صحبتي فردتي وينك يا منقا وينك يا كذا الأولاد في مجتمعنا الحالي وفي تفاصيلنا الحالية وفي المتقيرات الحالية محتاجين مننا كذا دون ما تعصب يعني شنو يقول لي يا فرد المشكلة وين يعني شنو يقول لي يا مزة المشكلة وين يعني شنو يا حنك المشكلة وين دي بتحت الشارع بعيدا عن المثالية أنا أمك أوعك تقول ليه كذا أنا أبوك أوعك تقول ليه كذا ما هيقول لك أنت مهابة ومخافة لكن هيقول لك أنا عايزة ولدي بر الشارع معي أنا يكون واحد عشان الحاجة الشينة بتدعدل الحاجة السمحة بتعجبنا ما بتخلينا إنه إحنا نجيف عندها فأنا دايرك تجي تقول لي الحاجة اللي بتقلمك أكتن من الحاجة اللي بتفرحك اللي بتقلمك أنا بقدر أطبطب عليك أذيله وكذا عندنا عندي أولادي أخفقه في الجامعات أنا ما أم المثالية الفايتة لحد زي ما بقولوا مش بيقول لك بابا النجار ما خلع بس تعلي تعلي وإنت شاي المادة واثنين وثلاثة وأنا بقول ليك الخيلة الأصيلة بتجي في اللفة الأخيرة أنا بقول ليك شد حيلك وأنا معاك ودعمك أكيد أنت عندك ظرفك الخلاك أنت بقيت كذا بدألم وبدعب كإني أنا تواقع إنه أبنائي يكونوا ناجحين وإنه يكونوا مثاليين زيه زي أيوم يعني عطافات ولو سقطات ولو أهواء ولو احتياجات وزيه زي أي شاب وزيه وزي أي شابة فأبوي شكل جواي لدرجتي أنه أنا الآن في تفاصيل بقول حقول لأبوي أنا حاكلم أبوي ربي يرحمه ويغفر ليه رب الرحمة والمغفر أنا كن دائما بطبع البنات يستندوا بيأبون يستندوا بيأبون والله بنحب أمنا وبنحب أبونا وبس أنا لما أمنا وابوي كان يعني يعني يتناغشوا كده والله ما بكذب عليك بأخذ جانب أبوي يعني بكون حنى له كده إنه أنا عايزة أطبطب عليه وعايزة كده يا مدعو عفوز الدقائق تسرق وإحنا في خواطيم حنان لكن أنا لازم أعرض لك على حتة مهمة في حياتك اللي هو علاقتك بين سيبتك وأنا عارف إنه علاقتك بين سيبتك أنا غي جميلة جدا جدا ممكن تكون الأمة الثانية ليه مدعو عفوز الملكة أنا بحبها أكثر من راجلي ما عندي كلام مكتب يا بختي كبير ويا بختي أولاد بيدي ربي رحمه ويغفر لي لها الرحمة المغشرة وهي لما توفت في عبارتين قالتهم لي أنا ما أنساهم عمري أنا أنا مزوجة لي 29 سنة عمري لغاية ما توفاها الله ما سمحت منها وأنا كنت بحبها جدا حتى لما نحس بالغيرة بتاعت الأمة الطبيعية أو النسيبة الإرث المتوارس أنا كنت بمشي بقول لها أنت ما فهم حاجة إحنا متعليين وإحنا واكفين وصامدين بيدعاك وبيحبك وبيقيمتك وبوجودك في حياتنا تنفرج أساريرها وكل التهادي وكل من ما الولد في النهاية وبيدعاها وبرحمتها وبيحبها وكانت مرأة أصيلة وأنا ما كنت قاعدة يعني حتى لما أنادي مثلا زوجي ولا كذا أنا ما بقول لها بقول لها ودى الملكة لأنها هي ملكة ربي رحمه ويغفر ليها وبيدعاها نحن مستمرين وبيدعاهم أمي وبتربيتهم وبجمال الثقة الهم غرسوها فينا وخلوني إحنا امتداد إنه نقرثة في أبنائنا ونجد نستميحهم معذراً في إنه إذا إحنا قصرنا فيهم ويجعلنا من الأبناء الباري اليوم بإذن الله تعالى وإحنا نستميح معذراً والدقائق مشت والدقائق مرت قلت الضيفة الظريفة وقلت الضيفة لطيفة وأداتينا يعني كل ما يحتاجه الطفل في بداياته حتى هو كبير ريو ليافع شكراً لك بدعمها الله يساعدك إن شاء الله والحنان يعني يضمنا ويسيدنا ونبعد عن التناحر والتنافر وبالمحبة تدعى للحب حبا شكراً لكل متابعينا في حنان دي كانت حلقاتنا الليلة محمدها مأفهف كانت عبارة عن حنان حقيقي حنان من كم نوع كده حنان النسيبة وحنان الأم وحنان الأب وحنان الأبناء وحنان ممكن أقول زي بالاحتياجات الخاصة لعنده الأرامل هي قادرة تد لسه خليكم دائماً الكتف الحنية الممكن يتكفيه وإيه زولتان انتظرونا قد في حلقة جديدة من حنان وضعناكم الله شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة